هاي افريون واشراكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير انتم تشاهدوا في هذا الفيديو الفيديو تالي يوم لا يكون الكثير كما معرف الفيديو تالي يوم تلبوني عليه بزاف في اليوتيوب وحتى في الانستغرام ووصلوني بزاف بزاف تالي ميسا جعليه وكاين لي ماري بوندي تشاليه ولكن راني نقلت طلباتكم كاملين بالمناسبة اللي حاب يبعت لي ويتواصل معي هو هذا الانستغرام ويبعت لي فيه الفيديو هذا راني اعطيكم فيه نصائح خاصة الفيديو اللي ما تكونش عندهم او كانيدي على كيفاش يجو ورح نعطيكم يعني امثلة على بعض الموديول كيفاش يجو الكاسيون تاحهم ولكن رح هم الاسئلة كين انواع عاديدة وكل جامعة كيفاش تدير انا فقط نحاول نوجهكم ونساعدكم ونعطيكم هكا فكرة او معلومة على كيفاش يكونوا الاسئلة تاحهم دونك رح نبدأ من الاول بس كين اشياء بسيطة جدا ما يكاين بعض الطلاب اللي يجهلوا هاد الامور ويحسبوا الجامعة شيء اخر كما في سيكندري سكول رايحين السيودنت ينقاسموا الزوجة على المجموعات الفوج او الفوج بي والامتحانات تكون في لازون فيه والعرفة الاقسام مع السيطة يحرصوا يعني عادي امتحانات كما السيكندري سكول كما اليونيفرسيتي رايحين تفوتوا الزوجة على الموديول حتى الثلاثة على الموديول في اليوم وكل جامعة ويحصلوا بالنسبة للدروس واش لازم تديروا لازم تجي فيزيو والاكتوريس تديروا ملخصات المواد اللي يحتاج حفظ نحفظوهم وليحتاج الفهم نفهمهم اوراق الامتحان رايحين يعطيكم هما اللي بغوين ورقة الاجابة وقع وديفوا جاوبوا في السيجي وتردوه للبروف سو غايز ناو رايح نعطيكم examples of the first year english student exam رايح نعطيكم امثيلة لليزي اقزامة انتعى ال english student first year سو فر اكزامبل رايحين نبدأوا بالcivilization civilization ان هاد الموديول ليجيني يحتاج حفظ لانه فيه جيو direct questions for example the first one يقول لك define for example define the calts or define the ibarians على حسب lectures اللي تكونوا قريتوهم هكا تمدوا small definition about the calts or the ibarians for example second question يقول لك سعى ما يعطيك الخريطة ويقول لك عين المناطق عليها for example تعينوا المناطق اللي متكونة منهم the uk for example scotland wales irland هكذا third question قادر يجيكم why did the anglos section choose the uk to occupy it يعني علش ال anglos section اختاروا ال uk بش يحتلوها هنا يكما هاد السؤال يحتاج الحفظ بش جاوبالي خاص تكون حافظ عندي كيندي عليها وفي الفيديوهات السابقة قلنا باللي هما اختاروا ال uk بش يحتلوها بس كو كانوا يحوسوا على اراضي احسن من الاراضي اللي كانوا عايشين فيها بس كو هما كانوا يهتموا بالجانب الزراعي كان عندهم اهتمامات بالزراع وقاع كانوا يحوسوا على الاراضي الجيدة السؤال الرابع قادر يجيك what is the name given to the seven anglos section kingdoms that grew up in the uk يعني وش هو ال name ش هو الاسم اللي اعطاوه لهادوك seven anglos section kingdoms هدوك السبعات على المملكات اللي كانت في اليوكاي كانوا كانين سبعات على المملكات كل واحدة عندها اسم وكل واحدة عندها الرئيس تاحا قاعبي هم كان عندهم اسم واحد ولي هو ذهب ترشي كانوا يسميوهم ذهب ترشي وهد سؤال يعني يجيبوا عليهم الدروس كونوا قاريين هاك السؤال الخامس يجي for example يقولك how did christianity spread in britain يعني كيفاش حتى انتشرت المسيحية في بريطانيا وهنا يعبد هدوك السؤال يحتاج الحفظ السؤال السادس يجيك for example a small paragraph يقولك in a paragraph of five or six lines give an overview about the federal system يعني يقولك عطيني فكرة على federal system يقولك عطيني definition تعريف على federal system يقولك mention two laws or two rules يعني ليجات في هاد federal system يجيك عطيني قواعد كانوا هادو some examples of the civilization exam ما قلتها و نعود نقولها بلي كل جامعة و الدروس تاحها و كل جامعة و الترتيب تاع الدروس تاحها يعني يختلفوا من جامعة للجامعة سوف نذهب الان للترتيب نشوفوا الزكزامنة التي سوف تتعلم كيف يأتي في الترتيب المهم من يكون define for example define literature epic shakespeare sonnet odd lg rhyme المهم يعطيك definition لحكا some concept second question قادر اعطيكم مقطع من القاسدة و يقول لك دير scansion يعني التقطيع ديلها scansion و يقول لك ثاني how many lines do we have في هاد القاسدة يعني ايش حال من سطر و احنا كنا قرينا الاعداد نتاع القسائد كما نقولوا كي يكون عدنا 2 lines نقولوا couplet ثالث question قادرتك sentence مثال pass into nothingness but still will keep و يقول لك هنا اخرج لي sound pattern اللي كان في هاد السنتنس كما هنا عدنا consonants الكنسنت هو the repetition of the consonant sound in a quick succession in the same line يعني الاعادة تاع الكنسنت في نفس السطر فالإكزامبل عدنا pass عدنا double s و عدنا nothingness و عدنا still فيها double l will عود مراها double l السؤال الرابع ماي give you sentences and ask you to identify the type of the figures of speech for example عدنا يعطيك sentence my face looks like a wedding cake left out in the rain سو هنا يعدنا سيملي يعني my face وجهي يبدو looks like عدنا like a wedding cake second sentence for example يقول لك the daffodils were dancing in the breeze the daffodils هو نوع من أنواع الظهور so the daffodils were dancing in the breeze يعني ترقص في النسيم so هنا يعدنا personification والpersonification هي give a human quality to a thing والله نروح الآن ل reading comprehension في reading comprehension رح يجيكم text تكونوا قارينه من قبل يعني عندكم فكرة عليه ولا قادر يكون text مختلف ولكن سهل ماشي وعر ولا بلا ما تستريسوا ربعكم ولا دونك رح يكون text وديكاسيو عليه كما كنا ندروه في العربية secondary school so the first question يقول لك what is the general idea of the text يعني يعطيني الفكرة العامة ليستنتجتها هاد text يقول لك give suitable title يعني يعني يعطي عنوان مناسب للناس يعطيك words ويقول لك give the synonyms و opposite و رح يجيكم زوجوا لثلاثان تعديكاسيو من النص جاوبوا من النص و قادر في التالي يقول لك عطيني summary of the text في three lines ولا نزيد ونشوفوا الفناتيكس في الفناتيكس قادر السؤال الأول يقول لك define fanatics plosives phoneme acoustic diacritics etc second question قادر يعطيك the human face from the side و يقول لك اكتب لي الأسماء انتع الأجزاء اللي يتكون منها third question قادر يقول لك give two examples of short vowels and two in long vowels يعني يتمد two words فيهم short vowels وتعين short vowels وره two words فيهم long vowels and also تعين long vowels ورهم سؤال رابع يقول لك what are the three centering diphthongs and give example of each one والسؤال الخامس يقول لك what are the articulators that help us to produce the nasals يعني وش هي الأعداء المساهمة اللي تساعدنا باش ن to produce the nasals هادو كانوا بعض الموديل ويبقوا الموديل اخرين كما grammar يجي عبارة عن تمارين و جمل تختاروا correct form تديروا correct sense correct tense كما study skills يعطيكم definitions يعطيكم true false يعني اسئيلة راكم تعودين عليها ديجا في secondary school so guys كانوا هادو فقط امثيلة باش تكون عندكم فكرة لامتحانات الجامعية كيف اشداره ونقطة الامتحان دين من تكونوا على عشرين انتم اللي لازم تديروه هو توجدوا الامتحان بشكل جيد وتحفظوا المين بوينت يعني ماشي لازم تردو للاستاد الدرس كامل و ان شاء الله كامل تنجحوا وتديرو علامات مليحة وصلنا لنهاية الفيديو guys thank you so much for watching ان شاء الله نكون فدكم ولو بالقليل ما تنساش تخليولي لايك وسبسكرايب للقناة باش يوصلكم كل جديد نتلاقوا في الفيديو القادم وغد بي